اكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة خلال مشاركته في جلسات المؤتمر الدولي الثامن للمنطقة الذي انطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من قبل جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأتي لتحقيق الاستدامة لمسيرة النهضة والتطور في المملكة مضيفا بان الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة مساهمتها في المزيج الاقتصادي اصبح اكثر حتمية في ظل الظروف الراهنة وفي هذا السياق اعرب ميرزا عن فخره واعتزازه بما تمكنت مملكة البحرين من تحقيقه في فترة قصيرة لتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الموارد المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول 2025 لترتفع الى 10% بحلول العام 2035 ترجمة نانسي قنقر